هذه العظيم تلاتة تقريباً بعدها بيوم أو يومين يعني لو تصور في فيلم هتقول إيه الأوفر ده يعني هي خلاص لأ ربنا أكرم والله أكرم أكرم بكتير لقيت أخوي أحمد السقب يتصل بي بسال خير بسال نور تعفيق أستاذ ضل شفعي أفنم قال لي حضرتك ممكن تقبل تشتغل تعمل بطولة مع أخوك أحمد السقب وأخوك خالد النبوي بتدي لأ قال لي حقيقة تقبل ولا عندك مشاكل يعني عايز اسمك الأول ولا أنت عايز إيه بتقول لي اسمي الأول أنا مش مصدق عارف أنا وصل لمرحلة أنه أنا مش مستوعب إيه كرم ربنا ده لما تيجي أم بسأل السقب بقول له هي حصلت إزاي أنا مرضو عايز أعرف قال لك إيه بقى؟ قال لي أبدا أنا كنت ساعتها بقى بشتغل في الجزء الأرنية بتاع لحظات حارجة وكان لحظات حارجة بيمتاز بفكرة أنه بيجيبه نجم كبير جدا يعمل حلقتين وجاي السقق عامل حلقة وحيدة وراح يتفرج على المونتاج بتاعها كنتش ليس أعرف السقق خالص وأنا لاجل الحظ والنصيب ما كنتش في الحلقة بتاعت السقق في لحظات حارجة فهو رايح لأخويا المخرج الرائع أحمد صالح بيتفرج على الحلقة بتاعته خلاص فأحمد بيجري بيجري الماتيريا الكله يعني لغاية ما يوصل للجزء بتاع السقق فسألوا استانوا وريني إيه ده وريني واد ده كانوا ساعتها بيدوروا على واد اسمه فرحات الكردي خلاص يعني وادة صفراني على حمراني على مش عارف إيه وواد بيكلم إزاي ومش عارف إيه فالمهم جاب الصورة علىها كده قال له إيه راجع؟ وكان أحمد صالح هو اللي بيخرج الديلر كمان يعني مشكورا الراجل يعني تحمس ليه بعد رأي أحمد أنا أسف محترامي لكل الجنسيات يعني كلهم إخواتنا وعلى رأسنا يعني بس ده كان الكلام يعني أنا ليه نعمل إيه؟ منضال حلوة هو ما نجيبه معاني وفعلا روحت وعملت وربنا رزقني فيه بنجاح يعني أكثر من رائع يعني